تمرنتوا يمكن النهاردة تبدأ كمان دقائق وعذروني لو انا مهتم شوية بالسوبر ليج لكن في ظروف كتير يعني طبعا طبعا مطشوط اللي جاي التلات مطشوط اللي جايين مهمين جدا سواء كان سان جورج يعني طبعا يعني النتيجة شبه محسومة تأهل الاهلي دور المجموعات ان شاء الله بإذن الله مضمون لكن في النهاية مشاركتك في أفريقيا عيون كل الأندية المنافسة بص عليك فمهم جدا الاهلي يظهر بصورة الكبير صورة المرشح الأول مطش امبي مباراة قبل نهاية كاس خطوة تقربك من نهاية بطولة ولقب بإذن الله يكون من نصيب النادي الأهلي وهيبقى عند امبي من الدوافع كتير انه يعني يحاول يحاول يطلع الاهلي برا المسابقة ويفصل لنهاية كاس مصر ودي دوافع مشروعة فهي مباراة صعبة ومهمة الاسماعيلي بصرف النظر عن الترتيب والنقاط وحزبة النقاط والدوري هي مباراة بتهم جماهير النادي الأهلي جدا حتى وإن كان اسماعيلي فأضعف حالاته فالثلاث مطشات مهمين لكن هنا الأهم بالنسبة لي الواحد وعشرين يوم اللي هيبتدوا من عشرين أكتوبر بإذن الله بإذن الله نوصل إن شاء الله هنوصل لـ 11 نوفمبر 11 نوفمبر دي مباراة العودة في نهائي بطولة الأفروليج أو الدوري الأفريقي ومطشات الأهلي فيها في خلال الواحد وعشرين يوم دول هتلعب ست مطشات هتلعب ست مطشات تلاتة منهم ده إن شاء الله يعني بقول لو كتب لينا إن إحنا نوصل مباراة النهائية إحنا بنخطط وبنحط أهدافنا قدامنا وبنحاول نسعى إن إحنا نوصل لها فأنا دايما بحب إن أنا يعني أخطط لأنه الأهلي هيوصل لنهاية المشوار هيوصل للمباراة النهائية فلو قدر لك إنك أنت تلعب الست مباراة دول هتلعب منهم تلاتة في القاهرة هتلعب واحدة منهم في تنزانيا هتلعب واحدة منهم أغلب الظن أغلب الظن يعني في جنوب أفريقيا وهتلعب واحدة منهم في المغرب تتأديري يعني ده الاحتمال الأكبر خليني أقول ده مش راية غيب لكن ده الاحتمال الأقرب للحدوث وبالتالي أنك أنت تسفن ثلاث سفريات دول وتلعب الست مطشات دول في ظرف ثلاث أسابيع مع ثلاثة من أقوى فرق أفريقيا مع ثلاثة من أقوى فرق أفريقيا هي مرحلة صعبة بالتأكيد لازم تكون وصل لها وانت في تمام الجهزاء وهو ده اللي بيشغلني مش بس بيشغلني أن أنا عادي سان جورج ووصل لنهائي كاس مصر وأكسب لإسماعيل واخد ثلاثة بونت لكن كيرف الأهلي جهازية الأهلي قايمة المصابين تبقى فاضية واللعيبة وصلة للتوب فورم قبل إن شاء الله بإذن الله عشرين وخصوصا أنك عندك كمان محططين مهمين جدا يوم 12 و16 أجندة دولية فبالتالي حيبق بدني وفني معسكر في الإمارات عودة من الإمارات وصفر لتنزانيا قصة وحكاية ورواية يعني هنتكلم فيها كتير على كل أحوال بما النهاردة الأربع يبقى معنا دايما الجي بي أس أخبار لعبتنا المحترفين إيه العدد إلى حد كبير يعتبر أفضل من الموسم الأخير لكن هل الكواليتي وهل الإضافة وهل المستوى والمرضود للعبتنا المحترفة في الخارج يوازي نفس يعني الكام عندنا طبعا توجد بشكل كبير جدا في المنطقة الأربعية وتحديدا في السعودية لكن هناخد جولة بالتأكيد مع حضراتكم أخبار مشاركات لعبينا المحترفين في الخارج إيه في السادسة بس بعد الفاصل اشتركوا في القناة